الناديين اللي تأسست عليها الرياضة جماهيرياً يعني ما في كرة من غير جمهور هو النادي العربي والنادي القدسي والنادي العربي أيضاً لسبب مهم جداً النادي العربي عنده جمهور وفي والله ما في جمهور يحب نادية كذا النادي العربي العرباوي لا يعتبرون النادي بالنسبة لهم مجرد نادي وكرة لا حياتهم وفي هذيك الأيام يعني إحنا حين رح أقفز إلى شوية في الوقت اللي أنا عشتها اللي أنا قلها مو بس عن الطريق الصحف والمجلات اللي أنا عشتها يعني خلقوا واحد سبعين واثنانا سبعين وثلاثة سبعين كنا نمط المباراة للقادسي والعرب لما كان يقولون قادسي والعرب ننطرها بالأيام نكتبها بالتاريخ على الرزنامة يوم المباراة ترى المدارس نصر طلبهم موجودين تصير حسنا الثالثة والرابعة حتى المدرسين سيقربون وين الطلبة؟ يقول خيبوا أستاذ اليوم قادسي والعربي خلاص حتى يعني إحصات الثالثة والرابعة ما فيه ما حين ينتبه الكلم مشغول به المباراة ويكون حدث يتجاوز شباب رايحين المباراة يعني شجعون ناديهم إنما حديث الأسرة وحديث أيضا الهيئات الحكومية والشخصيات العامة انت ما تتكلم عن المباراة مجرد كرة قدم لما يكون قادسي والعربي لا مباراة البيوت يعني الأهالي الحريم الكلم مستنثر إذا ما كانوا بنفسهم يتابعون فعشان عيالهم يعني أحيانا بيت الواحد يكون هذا قد ساوي هذا عرباوي شوف عاد ولكن